برامدز حضرك شايفة ازاي التعامل فنيا معها مستر فريرا وجهاز الفني يكون ازاي لان مباراة زي ما انت قلت بين كبيرين بين بطل الدوري وبين الوصيف فتاعه السنة اللي فاتت برضو برامدز الموسم ده زي ما حضرك قلت عنده سكواد ولا اروع يمكن يكون الافضل مع الزمالك كمان فهنا اللي يصنع الفارق في مباراة زي دي اكيد اللي عيبة بينها وبين بعض شوف دول كتابين مفتوحين نعم انت بتلعب ضدطيم عارف في عبدالله السعيد في رمضان صبحي في فخر لقاي في مش عارف اللعيب التونسي اللي في نص الملعب اللعيب الافريقي اللي في نص الملعب في مصطفى فتحي على اليمين يعني انت قدامك كتاب مفتوح به ويحب ويلعبه كورة مش هتلعب ضدطيم هيقفلك جلو في نص الملعب ويلعب على هجمات المرتدة لا ده بالعكس ده التيم ده ممكن يكون استحوازه في الكورة اقتر منك لانه برضو بيملك لعيبة عندهم مرات عالية جدا بيحبوا النغمة بتاعة الفوز موجودة جواهم عشان كده انا بقول ان التيم الماتش ده ممكن يكون نادي الزمالك يعني يقدر يلعب بشكل جيد وبعين انت عندك حاجة تاريخية برضو في اللقاءات من الزمالك معلش يعني دي برضو ممكن تكون جواهم ممكن تكون جواه نادي برامتس وما نزلين لعبه ضدك وممكن تكون جواك دي بتديك برضو افضلية شوية في اوقات على فكرة هتقول بقى نمسك عبدالله السعيد ونمسك على رمضان صبحي ومصطفى فتحي ونبقى في ضغط على اللعيبة بتاعة نص الملعب الاتنين ونص الملعب الافريقي والتونسي معلش انا اسف الاسماء الاسماء مش ولا هنا باين واخبالك ازاي عندهم لعيبة كويسين بيلعبوا قرد قدم هجومية كان معاهم اللي هو تكيس جوناس دالة مشي جالهم مدرب اشتغل مع نادي الزمالك ومدرب قوي جدا وبيركز على فكرة بتشيكو برضو من نوعية المدربين اللي بتلعب كرة هجومية برضو بيلعب كرة هجومية بس برضو بيعرف يدافع كويس يعرف يدافع كويس فانت ان شاء الله يعني اللعبة تبقى في حالتها الطبيعية هي دي اللي لو انت ايه طريقة اللعب اللي هنلعب بيها ضد بيرامتس هي طبيعية جدا هتلعب ضد تيم في اسماء كويسة بيهاجموا طبيعي جدا ان انت هتركز جامد جدا عشان تمنع ان الكرة توصل لهم وفي نفس الوقت تقدر تهاجم تقدر تهاجم ان هم برضو الزبط القلبية الدفاع بتاعهم اللي هم علي جبر واسماء جلال او احمد سامي برضو عندهم حتة البطء دي هم كويسين في الالتحامات والكورة عليها انما الكورة البينية دي بيتعبوا فيها جدا سرعات زيزوا بقى على امام الكلام تقدر تسمع الفرق وتقدر تختارك ده بسؤول فانت في عندك عندك حاجات امام عشور هيجد فرصة ان شاء الله للتزديد ما كانتش يمكن متاحة من الشيطة اللي فات تلات مباريات بتقفل بتحط بتزرس التمن اللي عيبة قدام التمنتاشة ما فيش فرص فانت يعني انت في ماتش زي ده ممكن فيه مساحة تتفتح لك فانت هتستغل الميزة القوية جدا اللي فيك اللي هي التزديد للأسف امام الماتشاط اللي فات التوقيت بتاع الشيطة بتاعه وش مناسب يشوت من حدث مش مديها القوة اللي هي المناسبة اللي هي توقع التواصل لان امام لو الكرة يعني معلش امام بالذات لو الكرة لبست في وش رجله كويس لو ملت معه خلاص بتروح زي ما عايز فلازم ياخد المكان المناسب والزمن المناسب التوقيت اللي يحط وش رجله في الكرة واتمنى بقى التوفيق ان اللي عيبة يبقى فيه اه قرب من بعض قرب من بعض يقربوا من بعض يعني انت هل القرب ده يترتب عليه ان نرجع تاني طريقة اللي هي بالأولى اللي نجحت معنا مثلا الموسم الماضي مثلا ارجع تاني تلاتة ولا هكمل بنفسه تريني انا بلعب كمان قدام فريق كبير فريق قوي فريق عنه برضو عنده نزع الهجومي فلازم هأمن برضو هو فريرا حقيقة ايه هو بالنريم بصراحة بحيارنا يعني يعني انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي تلاتة اربعة تلاتة لازمالك بيلعبك كويس جدا تلاتة اربعة تلاتة الزمالك بيلعبك كويس قوي فبتهيألي بتهيألي بتهيألي هيتبقى المناسبة في المباراة دي بالذات نعم لانك لازم ايه تركز جدا على القلب لان فيه عبدالله السعيد ده بيوصل الكرة كويس جدا لازم الطرف رمضان صبحي ومصطفى فاتحي بيلعبه كويس جدا على الطرفين نعم انا بقولكش عاللاقبة الاحتياط اللي بتنزل كمان لأ لانا بقولك عالاساسيين بتاعهم مم واخبالك ازاي عندهم اللعيب التونس ده بيشوت كويس مم فانت في حاجات كتير جدا لازم تبقى عامل حسابها عشان كده انا بقول تلاتة اربعة تلاتة لانك تفرضين بيديوز لانك هتزود العدد في نص الملعب هتزود العدد في الدفاع هتقدر تتنقل للنواحي الهجومية يبقى عندك على اقل لخمسة بتاجم بيهم التلاتة اللي قدام ازا كان مثلا زيزو وشلبي ومسلا جزيري ايان كبأ التلاتة اللي يلعب والطرفين اللي انت بتلعب بيهم ازا كان فتوح ان شاء الله هيرجع يلعب ومحد بقى على المين بس واخبالك ازاي فربنا يوفق